موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بردمجكم أيام الله كانت البشرية تعيش في ظلام دامس وليل بهيم لعبت بعقولها انحرافات وخرافات حتى أكرم الله هذه البشرية بالرسول العدنان صلى الله عليه وسلم وأنزل عليها القرآن ليخرجها من الظلمات إلى النور ومن الخضوع للأوثان والأصنام إلى خضوع كامل للواحد الديان وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما إنها ستكون فتنة قلت فما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله تعالى وبعد حرق المصحف الشريف من قبل متطرفين في السويد وهولندا تتواصل الإدانات ومواقف التنديد في مناطق عدة من العالم العربي والإسلامي وخارجه كان أبرزها بيان الأزهر الشريف الذي قال فيه إنه يطالب الشعوب العربية والإسلامية بمقاطعة جميع المنتجات السويدية والهولندية واتخاذ موقف قوي موحد نصرة لكتاب الله وأضف الأزهر في بيانه أن المقاطعة تعتبر ربدا مناسبا لحكومتي هاتين الدولتين في إساءتهما إلى مليار ونصف مليار مسلم والتمادي في حماية الجرائم الدنيئة والبلبرية تحت لافتة لا إنسانية ولا أخلاقية يسمونها حرية التعبير وشدد الأزهر على ضرورة الالتزام بهذه المقاطعة وأن أي عزوف أو تقصير في هذا الأمر هو تخاذل صريح عن نصرة الدين للحديث عن كيف نعتني بالقرآن الكريم وندافع عنه يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ بدر الدين عثمان الداعية الإسلامي أهلا وسهلا بفضلتكم وجمعة مباركة علينا وعليك على كل المشاهدين على أرجالي المعمورة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن أمين الذين هم أهله وخاصته أمين يا ربائم بارك الله فيك شيخ بدر بداية لو تحدثنا عن أهمية القرآن الكريم فماذا تقول فضلت الشيخ الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا القرآن الكريم كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيل لا تذكر الكتب السوال فعنده طلع الصباح فأطفئ القنديلة إن البشرية جمعاء كانت تعيش في تيهاء مظلمة لا تعرف قبيلا من دبير ولا تعرف حقا من باطل ولا تعرف هداية ولا رجدة كفر وشرك وإلحاد وكفر وعهر وزندقة وظلم وحيف هذا كان حال البشرية جمعاء حين يتغيب الهدايات الربانية يتخبط الناس فلا يعرفون أين تكون الهداية فقال قائلهم وبالله والعزة ومن دان دينها وبالله إن الله منهن أكبر وعشاقيس يقول وكأس شرفت على لذة وأخرى تداويت منها بها ليعلم قومي أن امرؤ أتيت المعيشة من بابها قلت بئس المعيشة التي تؤتى من هذا الباب وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا وهل أنا إلا من غزية إن غوض غويت وإن ترشد غزية أرشدي وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت في هذه الدياجير الحالكة وهذه الظلمات التي فوقها فبعضها فوق بعض كما قال الله إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور كان نور الله تبارك وتعالى ففي تلك الليلة المباركة تفضل الله على البشرية التائهة الحائرة البائرة بأن أنزل عليها خير كلامه نزل القرآن على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبول السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون فكانت البشرية قد عادت إلى هذا النور إلى هذا الضياء إلى هذا الإشراق كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين جاء النبيون بالآيات فانصرمت تلاشت وانمحلت وجئتنا بكتاب غير منصرم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جمال العطق والقدم أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من العدم وفضل القرآن فضل كلام الله على سائر كلام الناس كفضل الله على سائر الخلق لذلك هذا القرآن الكريم حبل الله المتين وصراطه المستقيم والذي يسير على هداه في هذه الدنيا سيسير على ذلك الصراط الذي ينصب على جهنم الصراط الذي هو أحد من السيف ودق من الشعر من سار في هذا الصراط على المستقيم سيسير هناك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يمرون على الصراط منهم كالبرق الخاطف ومنهم كالريح المرسلة ومنهم كأشد الرجال ومنهم مخدوش ناج ومنهم مكردس في النار عياذا بالله فالذي يسير على كتاب الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الفائز هاء مقرؤوا كتابي إني ظمنت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية فالقرآن الكريم هو ينفعك في دنياك وينفعك في أخراك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فضلت الشيخي عندما نزل القرآن على خير خلق الله وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبدأ الصحابة في تلقي هذا الوحي عبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف اعتنوا بالقرآن كيف اعتنى الصحابة بالقرآن الكريم الله أكبر كانت الآيات تنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيخبر أصحابه وهناك من كان يقول لهم اكتب القرآن والخلفاء الأربع من كتاب الوحي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب هؤلاء كذلك من كتاب الوحي من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهر فكان القرآن يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه فالله تبارك وتعالى اكتفل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظه القرآن وأن يجعل أمته حافظة لهذا القرآن إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون فالقرآن الكريم كانوا يكتبونه على جلود البعير وعلى أوراق الشجر وهكذا يعني كتبوا القرآن وكان محفوظا كلما تتنزل الآيات النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ضعوا آية كذا في موضع كذا بين آية كذا وكذا لأن القرآن ما نزل جملة واحدة وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة قال تعالى كذلك لنسبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقال تعالى يعني في إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وقال تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين وقال تعالى وبالحق أنزلناه قال وبالحق نزل يقول ابن عباس رضي الله عنهما للقرآن الكريم تنزلان تنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة ثم تنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم منجم في سائر حياته الدعوية والرسالية في 23 عاما طيب فضلت الشيخي كيف كانت العلاقة بين القرآن والصحابة كيف كانوا يتعملون مع القرآن الله أكبر كانوا يحبون القرآن ولهم شقف عظيم به فمجرد أن تتنزل الآيات يحفظونها يتدارسونها يعملون بها عمر رضي الله عنه وقف في صورة البقرة ثماني سنوات حتى حفظها وكانوا يحفظون الآيات ويعملون بها يعني لماذا حفظ البقرة في ثماني سنوات لأنها صورة عظيمة أراد أن يعرف مددولها وأن يعمل بها شيئا فشيئا وإلا هو يحفظ القرآن كاملا لكنه حينما حفظ هذه الصورة العظيمة نحر بدنة رضي الله عنه وأرضه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نأخذ هاتين الصورتين البقرة وآل عمران فإن فيهما بركة وتركها حسرة ولا يستيعها البطلة لذلك كان الاعتناء بصورة البقرة الذي يعرف صورة البقرة تفسيرا ودلالة وإرشادا يسهل عليه باقي القرآن الكريم فالصحابة كانوا يحبون القرآن حبا جمى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعرف رفقة الأشعريين بالقرآن حين أمر على منازلهم بالليل وإن لم أكن رأيتهم حين نزلوا بالنهار فكانت بيوتهم بيوت ذكر وشك شكر وتلاوة للقرآن كما أن السماء مضيئة ومشرقة بتلك النجوم فأهل الأرض من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يضيئون بيوتهم بالقرآن الكريم وقال لأبي موسى الأشعري لو رأيتني وأنا أستمع لك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آلد وآل داود قال لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبير كنت أزبط القرآن أكثر لأنه لا يستمع من؟ النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يتعاملون مع القرآن أنه كلام الله يجلونه يعظمونه يقدسونه وكانوا يقولون من حفظ القرآن جد في أعيننا الذي يحفظ القرآن الذي يحفظ البقرة يجد في أعينهم فكيف الذي يحمل القرآن كاملا فحفظ الصحابة القرآن وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الحفاظ صلى الله عليه وسلم لأنه تلقاه من جبريل عليه السلام وجبريل عليه السلام كان كل عام في الرمضان يراجع القرآن مع الكريم مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارض القرآن وفي العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم عارضه القرآن مرتين كناية لدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم لو سألنا أي مسلم عن القرآن سيقول أنه يحبه يعني جميع المسلمين يحبون المصحف يحبون القرآن لكن ما هي المظاهر الحقيقية لحب الإنسان لكتاب الله عز وجل أولا أن نحفظه وأن نجله وأن نحتنم هذا القرآن الكريم ثم بعد ذلك أن نعمل بما فيه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون القرآن الكريم ما نزل ليكون في الرفوف إنما نزل ليكون هو الدستور دستور الأمة جمعاء وهو غايب الآن عن حياة الناس قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول من المسلمين وحينما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه فالذي يدعي أنه يحب القرآن وأنه من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته فلينظر كيف هو تعامله مع القرآن الكريم أدبا وحفظا وعملا ابن تيمي يقول من لم يقرأ القرآن فقد هجره في قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا قال ابن تيمي من لم يقرأ القرآن فقد هجره ومن قرأه ولم يتدبره فقد هجره ومن قرأه وتدبره ولم يعمل بما فيه فقد هجره ومن لم يستشفي بالقرآن فقد هجره فلينظر كل منا في أي هجران هو هجران التلاوة هجران التدبر هجران العمل هجران التشافي به وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة لذلك في الحديث أنه ما جالس القرآن أحد إلا زاد أو نقص زاد في إيمانه أو نقص في إيمانه لأن الله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة أهل الإيمان يرتقون حينما يتلون كتاب الله عز وجل متمثلين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل فيه وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استسقلت بالمشركين المضاجع وعبد الله بن مسعود يقول إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم إن هذا القرآن هو حبل الله هو النور الشافي وعصمة لمن تمسك به ونجاه لمن تبعه لا يعوج فيقوم ولا يزيق فيستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد فاتلوه فإن الله تعالى يأجركم على تلاوته بكل حرف قال لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والعشرة بعشر أمثالها الحسنة بعشر أمثالها إذا قلت مولانا سورة البغرة ألف لام ميم عندك ثلاثين حسنة والله يضاعف لمن يشاء كيف الذي يقره سورة البغرة 126 آية كيف الذي يقره القرآن كاملا لذلك الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب وعثمان رضي الله عنه يقول كلاما لطيفا قال لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا لذلك قيل فيه وضحه بأشمط عنوان استجود به يقطع الليلة قرآنا وترتيلا رضي الله عنه كان يختم في ركعة واحدة نعم في ركعة الوتر نعم أقرأ القرآن كاملا نحن الآن يحللنا يمر الشهر في الناس ما يختم القرآن طيب بسؤال القرآن وختم القرآن ما هو المقدار الذي ينبغي لكل مسلم أن يقرأه في القرآن يعني ما أقل شيء يقرأه أقل شيء جزء في اليوم جزء في اليوم نعم سهل جدا يا مولانا خليها نص طيب طبعا يعني فعلا يعني أقل شيء أن يختم القرآن مرة في شهر في شهر الذي يختم في أكل من شهر هذا هاجر للقرآن الكريم أقل من شهر هاجر للقرآن يعني صعب دي فضلت الشيخ لا صعب إن شاء الله الأمة بخير هناك من يقرأ القرآن في ثلاث نعم بعض المشايخ نعرفهم كل يوم يقرأ عشرة أجزاء وهو في عمله وكل أموره سالكة يعني الحمد لله طيب نحن نقول للناس طبعا إذا كان يعني ما يقدرون عندهم يعني طبعا ليس هناك من مشاغل عشان ما نوهم أنفسنا لو أنه قبل الفجر قرأ صفحات وبعض الفجر قرأ صفحات وبعد الظهر وقبل الظهر وبعد العصر لو بس جعل هذه الأوقات الصلاة يقرأ صفحة صفحة سيختم الجزء طيب يعني نحن الآن في شهر رجب كل عام حرك بخير يا سلام ويعني رمضان على أبواب ثم رمضان يعني من لم يقرأ القرآن جزء في اليوم كيف يبدأ يعني اعطي له خطة عملية يبدأ اليوم بحس عندما يأتي رمضان يستطيع أن يختم في رمضان حتى ولو يقرأ صفحة صفحتين المهم لا بد أن يقرأ القرآن يعني يوميا نعم ولو يقرأ يعني نصف جزء ولو يقرأ نصف حزب يعني نجمتين المهم لا يترك القرآن يعني لا بد من النظر يوميا في كتاب الله عز وجل أم ولانا الحمد لله متوفر على القرآن على الموبايل على اللابتوب يعني القرآن موجود في كل مكان الحمد لله رب العالم يعني هذا تيسير ما بعده تيسير في بلاد كانوا المصحف يعني يتداولونه بينهم مصحف واحد نحن الآن ما شاء الله يعني آلاف المصاحف موجودة بل عشرات بل ملايين المصاحف موجودة عشرات مدمئات الملايين موجودة أين القرآن نعم فلا بد أن نقرأ القرآن طيب العبر هنا بالقراءة أم بالقراءة والفهم أيضا القراءة والتدبر الأفضل القراءة والتدبر لكن إذا جاء رمضان فليكسر من قراءة القرآن حتى ولو لم يتدبر لأن هذا شهر فضيل هذا شهر القرآن الذي الآن بدأ في رجب يستطيع أن يختم ما قدر يختم إن شاء الله قبل رمضان يكون ختم يقرأ نصف جزء يوميا سيختم القرآن إن شاء الله قبل دخول رمضان وفي رمضان ينطلق انطلاقة مباركة إن شاء الله تعالى يعني تعلم القرآن أو تعلم القراءة الصحيحة هل هذا الأمر فرض على كل مسلم ويجب على كل مسلم أن يقرأ القرآن بأحكام التجويد طبعا قال تعالى وردت القرآن ترتيلا والعلم بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن فهو آثم هكذا قال أصحاب القراءات فلا بد من أن نقرأ القرآن كما نزل نحن ما شاء الله الآن نبدع في كل شيء والآن يعني كثير من الشباب تجدوا يجلس في الموبايل في الجوال في النت ساعات طوال ولو قلت له اقرأ آية من كتاب الله يستثقل ذلك عب علينا والله عب علينا نحن أمة الإسلام نحن أمة النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة القرآن من أنت بلا قرآن من أنت بلا عنوان من أنت بلا إسلام فيجلس الساعات الطوال وإذا ما جئت وقلت له تعال نجلس نقرأ آية نقرأ صفحة نقرأ الربع نقرأ جزو يقول لك أنا مشغول لا لا أنت لست مشغول ولا توهم نفسك أنك مشغول الذي يعني لا ينشغل بالقرآن الكريم هذا إنسان ضايع حقيقة فلينبغي لكل إنسان أن يراجع نفسه أن يراجع حساباته نحن الآن على مشارف شهر رمضان فينبغي لنا أن نجتهد الآن نتهيأ أنت وجزاك الله خير قلت رجب دقل نعم نتهيأ الآن حتى إذا ما جاء رمضان كنا متهيئين نفسيا وإيمانيا وروحيا حتى نستزيد من كتاب الله عز وجل طيب للأباء والأمهات ما هي الخطة ما هي الطريقة التي يبغي أن يعني يتخذونها لكي يحببوا أطفالهم في قراءة القرآن وفي تتبع القرآن وفي التعامل باحترام مع هذا الكتاب الجديد ينبغي للوالدين أن يكون قدوة حسنة لهؤلاء الأطفال لا يلقنونهم القرآن يلقى التلقين وينشأ ناشئ الفتيان منه على مكان عوده أبوه ويأتي له بالمحفظ الجيد الممتاز يحفظه شيئا من القرآن يعني من أربع سنوات يستطيع الطفل أن يتلقى القرآن الكريم وكل ما حفظ في الصغر كان الحفظ أقوى ولما يبقى عمره سبع سنوات أو ست سنوات يدخل المدرسة يفوق أقرانه يعني كثير من من حفظ القرآن في الصغر يعني نال خيرا كثيرا وكان في حياته من الناجحين الفائزين في الدنيا إن شاء الله والآخرة وهذا يعني من البشارات العاجلة لأصحاب القرآن الكريم هناك الأطباء وهناك المهندسون وهناك أهل التجارة وكلهم وحفظوا القرآن الكريم فنحن الآباء والأمهات زي من نعلمهم الكلام الإنجليزي والفرنساوي واللغة العربية نحفظهم القرآن الكريم ونسهب بهم إلى دور التحفيظ هذه الدور دور مباركة يحفظ جزءا جزءا ثلاثا وهكذا ينطلق كل عام يحفظ ثلاثة أربع أجزاء لما نبقى في الثانوي يكون ختم القرآن الكريم كاملا هناك بعض الأباء يعني يضغطون على أبنائهم في موضوع حفظ القرآن ويدفعونهم إليها دفعا دون النظر إلى قدرات هذا الطفل أنه يستطيع الحفظ بالفعل أولى فماذا تقول لهم؟ لا لا تسقل عليه خليه الحاجة التي يستطيع يحفظها كله ميسر لما خلق له وكل إنسان عنده قدرات محدودة لكن كل ما تجد فيه سعى وتدبر وفهم انطلق به وجدت أنه لا يستطيع أن يحفظ إلا القليل هذا القليل فيه الخير وفيه البركة وفيه الكفاية لا تشق عليه حتى لا يكره القرآن الكريم لا تكون سببا في أن تصده عن هذا الخير لكن تحثه عليه تعطيه الهدايا تعطيه الإكراميات تقول له سنسفرك سنعمل لك هذا شيء جميل جدا كل ما حفظ آية من كتاب الله ينطلق انطلاقة كبرى إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله طيب فضيل الدكتور فضيل الشيخ كيف نربط أطفالنا بالقرآن الكريم ينبغي للأم وهي طبعا أكثر من تجلس مع طفلها نعم تقرأ له القرآن الكريم بل هناك قصة قبل فترة قرأتها تلك المرأة التي كانت حاملا بطفلها وكانت كثيرا ما تقرأ القرآن وتستمع للقرآن الكريم حينما خرج الطفل كان شغوفا بالقرآن الكريم هذا الطفل خلال مدة وجيزة حفظ القرآن الكريم يعني تبدأ في تسميع القرآن وهي حامل فيه نعم هذا الله تعالى يوصل هذا الكلام إليه طبعا هذا يعني ليس شيئا مضطرد قد يحدث لهذا لكن مجرد أن يخرج هذا الطفل تكسر من سماعه للقرآن الكريم والطفل يتلقى 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 بعد ما يعي سينطلق انطلاقة كبرى في حفظ كتاب الله عز وجل يعني السنوات المهمة هي السنوات الخمس الأولى يعني كثير من الأباء يعني يعتقدون أنه عند ما يصل إلى السادسة يبدأ في الحفظ ويبدأ في الفهم ويبدأ في العين أبدا أبدا عشاء الله عندنا الآن في نماذج عجيبة خمس سنوات ستة سنوات حفظنا قرآن الكريم الحمد لله نعم هذا توفيق من الله عز وجل وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لكن كل ما بادرت كل ما وجدت الخجر وأنت المستفيد نعم لأنك يوم القيام عندك تاج لأن ابنك قد حفظ القرآن فكيف بالذي حفظ القرآن نعم طيب فضيلة الشيخ يعني في هذه الأيام الماضية تكررت حدثة فكرة حرق المصحف في موقف يعني مهيب أن يأتي رجل ويمسك بالمصحف ويحرقه وتقوم الشرطة بحمية هذا الرجل تحت فكرة أو تحت عنوان حرية التعبير يعني كيف نعظم القرآن الكريم في قلوب أبنائنا وفي قلوبنا القرآن الكريم معظم عندنا نحن أهل الإسلام ما في ذلك شك وهذا الفعل القبيح المشين من هذا المجرم الأثيم الكافر أن نصعد الله تبارك وتعالى أن يأخذهما أخذ عزيز مقتدر وأن يكون عبرة لغيرهما من الناس وحقيقة هاتان الحكومتان المجرمتان يعني تدافع وبل تجيب الشرطة ليحمي هذين المجرمين هذا شيء نرفضه جملة وتفصيل وأنا قص لكم قصة أوردها العلامة بن الجوزي أيام هولاكو هولاكو سمح للنصارى بأن يعني ينصروا المغول يدخلونهم في دين النصرانية وسمح لهم بذلك وذات مرة اجتمع عدد كبير أكثر من أربعين ألفا من المغول وجاء هذا النصراني وإذا به يشتم ويسب النبي صلى الله عليه وسلم وكان هناك كلب وكان هذا الكلب مربوط وإذا بالكلب أكرم الله السامعين يخلع هذا الرباط وينطلق نحو هذا الكافر الملعون ليقتله فإذا بالحاضرين يوقفون هذا الكلب فبعض الحاضرين قال لهذا المجرم النصراني إن هذا الكلب قام ليدافع نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم لكن طبعا هذا الكافر لا يفهم مثل هذا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وسبحان الله استمر في شتمه للنبي صلى الله عليه وسلم فما كان من هذا الكلب المغوار هذا الكلب الذي يدافع وينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن فك قيده للمرة الثانية وهذا الملعون قال هذا الكلب عنده عزة نفس وأنا قد أشرت إليه بيدي لذلك لم يعني هو غضب علي المرة الثانية حينما استمر في شتم النبي صلى الله عليه وسلم انقض هذا الكلب وكسر القيدة وجاء ومسكه من حلقومه وقتله في الحال حينها أسلم أكثر من أربعين ألف من المغول ودخنوا في دين الله أفواجا أفواجا أنا أسأل الله تعالى أن يرينا في هذين المجرمين آية من آياته سبحانه يعني الكلب غار على النبي صلى الله عليه وسلم نعم نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم غار الكلب وهذه قصة حقيقية وردها العلامة من حجر العسقلاني ووردها العلامة من الجوزي طيب يعني إذا ما حدث لحرق المصحف ما الواجب علينا نحن المسلمين أن نفعلها والله طبعا نغضب غضبة مضرية ويعني بيان الأسهر جزاهم الله خير لا بد أن نقاطع هاتين الدولتين ولا أن نشتري منهما وينبغي للحكومات الإسلامية أن تقف موقفا مشرفا وأن يكون هناك يعني إدانة كاملة لمثل هذه التصرفات الهمجية البربرية يعني سبحان الله المثليون يقولون لك يعني حريتهم أن يفعلوا ما شاء وأن يفعلوا ما أرادوا وكتاب الله عز وجل يحرق ويدنس هذا لا ينبغي هذا أمر لله فيه مقال فينبغي لأمة الإسلام أن تنتصر لدينها وأن تنتصر لكتابها وأن تعرف هؤلاء الغافلين بعظمة القرآن الكريم البعض يقول أن ما قام به هذا الرجل هو إهان للمصحف ويقول أن بعض المسلمين يهنون المصحف بترك آياته وترك أحكامه وهجره وعدم الاحتكام إليه فيقول أن بعض المسلمين أهانوا المصحف قبل أن يهنه هذا الرجل إذا كان هناك تخصيرا من المسلمين فينبغي لنا أن نرفع هذا التخصير وأن نرفع مستوياتهم وأن نعرفهم أن هذا الذي يفعلونه لا يجوز في كتاب الله عز وجل لكن ليس هذا مدعاة لأن يتخذ هؤلاء الكفر الفجر أن يحرقوا مصاحفنا وأن يسيئوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وكل من من المسلمين استهان بالمصحف الشريف أو فعل فعلا مشينا مثلا أهان المصحف بأن وضعه تحت مداسي عياذا بالله هذا يكفر ومرتد خارج عن دين الله عز وجل طيب فضيل الشيخ بعض الناس يتعاملون مع المصحف أنه رمز للبركة يعني يضعه في السيارة الجديدة يضعه في منزله وكفه لا يفعل أكثر من ذلك القرآن الكريم ما في شك أنه بركة وخير لكن ليس لهذا وضعه القرآن الكريم يعني ليحكم البشرية وأن يحكم بينهم بما أنزل الله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فهو حكمنا هذا القرآن الكريم ليس للتبركات نعم هو برك ما في ذلك شك لكن ليس أن نوضعه في السيارات ولا أن نضعه في أرف في البيوت بل أن نحفظه وأن نعمل به وأن يكون هو دستورنا القرآن دستور هذه الأمة ما في ذلك شك نعم فضلت الشيخ أصبح من عدد بعض المسلمين في بعض الدول لأنه عندما يموت أحد يشغلون القرآن لدرجة الآن من يمر بجوار منزل ويستمع إلى القرآن يقول خير عندهم ميت أو شيء فماذا تقول في ذلك فضل الدكتور طبعا تلاوة القرآن خير وبركة ما في ذلك شك لكن ما نجعلها فقط للمواسم ننبغي للقرآن أن يكون سائر أيامنا ودهورنا وهو عصمة لنا هو حبل الله المطين هو صراطه المستقيم هو هدايتنا هو إرشادنا فينبغي لنا أن نعمل به وأن نقرأه كما قرأه الأشعريون إني لأعرف رفقة الأشعريين بالقرآن حين أمر على منازلهم وإن لم أكن رأيتهم حين نزلوا بالنهار فالآن كما أن البيوت ما يفعلوا هذا يعني كأنه هذا استهجان أنه ما يقرأ القرآن إلا عندهم ميت فهذا كده حتى يعني عظم تعظيم لكتاب الله عز وجل نعم فضل الدكتور نقرأ في كتب السيارة أن بعض الصحابة كانوا يقومون وبعض الصالحين وبعض التابعين يقومون الليلة كله بآية وحدة يعني كيف ندرك هذا الأمر فضل الدكتور يعني كيف يكون عدد الساعات الأطوال يقف يقرأ آية وحدة فقط هذا غدوتهم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية واحدة يرددها ليلة كاملة قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم باكيا مرددا تاليا صلوات الله وسلامه عليه حتى انقضى ليله كله صلوات الله وسلامه عليه وأمنا عائشة رضي الله عنها قالت تفقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فوجدته قد بلل الأرض ببكائه صلى الله عليه وسلم وطلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه قال أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فتلوت عليه صورة النساء قال ابن مسعود رضي الله عنه حتى جاء إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا قال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك قال فالتفت إليه فإذا عيناه تدرفان صلى الله عليه وسلم وحقيقة عثمان رضي الله عنه كان يختم القرآن في ليلة في ركعة الوتر رضي الله عنه وأرضاه وكثير من السلف الصالح كان يردد آية باكية لأنه عرف مضمونها ومدلولها قدوة اختداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهناك أبو بكر بن عياش هذا القارئ الهاش الباش من كبار القراء الكرام قال لأحد أبنائه يا بني لا تحصي الله في هذه الزاوية فإني ختمت القرآن سنتي عشر ألف مرة وحينما حضرته المنية رضي الله عنه وأرضاه بكت ابنته فقال يا بني لا تبكي فإن أباك ختم القرآن أربعا وعشرين ألف ختمة والإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه كان يختم القرآن في رمضان ستين ختمة يقرأ تلتين جزء في الصباح وتلتين جزء في المساء ويعني جزء منها كث كبير كان في الصلاة فهذه نماذج مشرفة لنا أحوال عجيبة أحوال عجيبة أنا طبعا ما أطلب من أمة الإسلام الآن أن يقرأ القرآن كله في ليلة لكن ممكن يعني نعرف بعض الناس من المباركين يختم القرآن في ليلة القدر نعم يختم القرآن في ليلة القدر فضل الشيخي معنا عدو من أتصالات سنأخذها سريعا سنستكمل هذا الحوار معي عبد الرحمن من هولندا تفضل أخي عبد الرحمن أهلا بك أخي عبد الرحمن تفضل أهلا بك السلام عليكم من أمان أمان مجاهد نعم أنت مجاهد معك تفضل أنا أريد أن أسألك سؤال أنت اسمك أيمن يعني أحرك فضلت الشيخ بدر الدين عثمان معنا وأنا اسمي مجاهد وجميعنا نعمل في هذا البرنامج فتفضل حاليا لك سؤال فضل أنا عندي مشروع المشروع ما لي يخترب عن الناس اللي يتصون بي كم يتصون ما حد عند الحل أنا حل مع اللاجئين هذول عن الحل عندي كيف أريد أحل المشكلة بنفسي وأنا أجي بنفسي إلى اللاجئين الموجودين أسكم عندي طريقة أقدر أحل الخيام كلها أقدر أيب الشام ما خلي الماء يضخل عليهم ده من البرنامج أنا من الداخل أخونا عبد الرحمن هذه الفكرة يعني ما نستطيع أن نوصلك بمراسلنا في الحدود السورية التركية هو يتعامل مع هذا الملف بشكل قريب نستطيع أن نوصلك به إن شاء الله بإذن الله نأخذ رقمك ونوصلك به حتى نستطيع أن تعرض عليه الفكرة حتى يوصلك بأحد في هذا الأمر يعني وشاكري لك على هذا الاتصال معي محمد من الجزائر تفضل أخي محمد ماذا يا نور أخي مجاهد بارك الله فيكم ونشكرك بزيث أخي مجاهد والشيخ الفاضل اللي رأيك في الستوديو أخي مجاهد عندي سؤالين أخي مجاهد فاضل أخي مجاهد سؤال أول ما حكم المسلم الذي يحفظ القرآن ما حكم المسلم الذي يحفظ القرآن ثم ينساه ثم ينساه نعم ثاني أخي مجاهد ما حكم القاضي ما حكم القاضي الذي لا يحكم بشراء الله الذي لا يحكم بالقرآن والسنة ما حكم القاضي بارك الله فيكم أخي مجاهد أشكرك أخي محمد شكرا جزيلا لأخي محمد من جزائر معي صلى آخر أخي سيف الدين من السودان فضل أخي سيف الدين عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله أحلى وسهر أحلى وسهر أنا بس اندي ثلاث سؤال تارعيدي هل فضل 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 ويلا في سؤالي لماذا لا يحترمون المعتقدات الدينية الأخرى نعم المعتقدات الدينية الأخرى ونحن لم نحرخ كتبهم ولا نستحتر بدينهم فهم يستحترون بديانتنا الإسلامية نعم فنحن نجاهزون على أن المعيشة من ديننا حتى لو كان ما يحقق رغباتنا على حماية هذا الدين الإسلامي الحنيف واللغة وصانا عنهم رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بكل الطرق نعم السؤال الثاني يا أخي محمد أخي سيف الدين هم يرون ديننا استحتر لماذا لماذا يرون ديننا استحتر ونحن ولم نحرخ كتبهم ولا نستفزهم ولا نستحتر بدينتهم هم يستحترون بديانتنا نعم هل هناك سؤال آخر أخي سيف الدين السؤال الآخر لفضيلة الشيخ اللي هو لابد أن نوجه رسالة للنازل بأن يحترموا الدين الإسلامي سواء كان في الآاصمة السويدية أو غير الأواصم في الدنمار أو في إسرائيل أو غيرها أو في أي دول من الدول يحترموا الدين الإسلامي أشكرك أخي سيف الدين من سودان شكرا جزيلا لك مع اتصال الآخر أخي عبد الحق من المغرب أتفضل أخي عبد الحق السلام عليكم أخي مجاهد عليكم السلام ورحمة الله وحياك الله وحيا شيخنا الفاضل وأخي مجاهد نحبك في الله أحبك الله أخي عبد الحق والله العظيم عندما يقترب رمضان تظهر تظهر على الشيخ تفريحون يا أخي مجاهد بارك الله فيك بارك الله فيك وأكثر لنا من الحق يا أخي إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله تفضل أخي وعند سؤال سؤال أريد من الشيخ أن يتكلم على هذه المسألة وأنا ألاحظها عندما أكون في الطريق وأربع الأطفال يذهبون لحفظ القرآن ولكن يا أخي يرون أقرانهم لباسهم جيد ويأكلون جيد ويلعبون ويحس بنقص وكأن الذي سوف يذهب لحفظ القرآن كأنه في عدد أساهمتني أخي مجاهد نعم فهمتك أخي عبد الحق فهمت سؤالك لأنه لا يعتنون يحسزون يجب أن يلبس جيدا يسكن جيدا تكون المدرسة جيدا لكي لا يحس بنقص وكأنه في القرآن كأنه لا يتمتع بالحياة نعم نعم هل لديك سؤال آخر أخي عبد الحق؟ أنا أريد من الشيخ أنا أريد أن أحفظ القرآن ولكن عندي كبير في السن أنا أرى لحمد لله لدي 57 سنة ما شاء الله لسه شباب أخر لحق أريد أن أحفظ أريد أن أحفظ القرآن ولكن أحفظ بطريقة أحفظ بتدبر أحفظ القرآن والآن الحمد لله حفظه في مدة شهر حزبين من ثورة البقاء ما شاء الله الجزء الأول بسهمهم ما شاء الله لأننا بسرسل كان قرآن يمشي ونحن نريد كذلك أن نمشي بالقرآن لا نحفظ فقط والسلام عليكم ورحمة الله عليكم أشكرك أخي عبد الحق هو عانك الله وتقبل منك يا رب إن شاء الله معي تصدر الآخر أخي محمد من السودان فضل أخي محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أنا بذل عن الذكر في الغران إننا نحن نزلنا الذكر وإننا له الحفظون أنا بذكر الله يطمئننا الغلوب يعني الذكر بالضبط كذف القرآن يعني ما عندنا نحن 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 الذكر لا إله لا إله لا إله الذكر يعني مقصود درش نطر نعم بسؤال السؤال الثاني الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما عشاب أغمه مع شين النار يوم الغيامة ربنا سبحانه وتعالى بلسانه قال إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة يعني الحجر يعني حجر القرآن برضو نزال الشيخ المقصود بعشنه. شكرا مبارك الله. مبارك الله فيك. موضوع الهجر فضيلة الشيخ تحدث عنه بالتفصيل. يعني يبدو أن ذلك اللحقت بنا بعد بداية الحلقة. لأن الشيخ تكلم فيه. لكن له أيضا أن يعلق عليه لو أراد. أشكرك شكرا جزيلا أخي محمد. فضيلة الشيخ أسئلة كثيرة. نبدأ من محمد من الجزائر الذي سأل عن حكم المسلم الذي يحفظ القرآن ثم ينساه. هذا على خطر عظيم. يعني هناك أثار أنه ليس هناك ذنب أعظم من أن يقرأ. لقد إنسان القرآن ثم ينساه. يعني كل إنسان حافظ القرآن ينبغي له أن يتعاهده. والقرآن الكريم أشد تفصيا من الإبل في عقلها. تفلتا. لذلك لا بد أن نتعاهد القرآن. وهناك رجل يعني من السابقين كان يحفظ القرآن. وظل ضلالا كبيرا. لا يلا الله. وأغوته إمرأة. وقالت له تنصر حتى تتزوجني. فقال أنا كافر أو كذا أنا صراني وتنصر. حبا في هذه المرة. نعم. ثم قالت له أنت تركت دينك لحب امرأة أنت لا تصلح لي. وتركته. وبعد سنوات لقيه أصحابه. فقالوا له يا فلان ما فعل الله بك. فتذكر تلك الآية من سورة الحجر. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال ما أحفظوا من القرآن إلا هذه الآية. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فمسألة خطيرة جدا. فأنصح نفسي وأنصح كل إنسان أكرمه الله تعالى بالقرآن الكريم أن تقرأه يوميا. إذا قرأته يوميا إن شاء الله تعالى الله تعالى سيجعله في فؤادك. والذي يجعل القرآن متفلتا عند أصحابه المعاصي. ما نزل بلاء إلا بذنب وما يعني رفع إلا بتوبة. فينبغي لنا أن نتوب إلى الله عز وجل. يعني المعاصي لها أثر في نسيان القرآن؟ نعم. نعم. الذي يخفض القرآن يعني حفظ كلاما عظيما أمرا جللا وقد حاز خاتم النبوة بين كتفيه إلا أنه لا يوحى إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث أو عبد الله بن مسعود من أحب القرآن فليبشر شرب الجنة. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول من أحب أو من قرأ القرآن فإنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ومن أحب القرآن فليبشر هكذا يقول عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنه يقول من حمل القرآن فقد حمل أمرا عظيما وأدريت النبوة بين كتفيه لذلك ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون وبصيامه إذ الناس مفترون وببكائه إذ الناس يضحكون حمل القرآن ليس كغيره من الناس فينبغي له أن يتأدب بآداب القرآن وأنصح كل إنسان يحفظ القرآن أو ابتدى حقيقة في حفظ القرآن أن يدرس كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النوبي رحمه الله هذا الكتاب قرأناه منذ يعني أمت في الثمانينات حينما بدأنا وشرعنا في قراءة كتاب الله أدب التبيان في آداب حملة القرآن فيه كل هذه المعاني وكتاب صغير لكن فيه الخير الكثير سبحان الله برك الله فيك كان سؤال الآخر يتحدث عن القضي الذي لا يحكم بالقرآن والسنة لا خالف كتاب الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وعلى خطر عظيم أخونا سيف من السودان كان يسأل على الحادثة المتعلقة بحرق المصحف يقول يعني لماذا لا يحترمون المعتقدات الدينية نحن لم نؤذيهم لم نحرق كتبهم ونحن مستعدون للدفاع عن ديننا بكل الطرق وسؤال الثاني والثالث يتعلق برضو بهذا الأمر لماذا يستهدفون ديننا لماذا يستهدفون مصحفنا وماذا نقول للناس ما هي الرسالة التي نقولها حول احترام الدين لأن ديننا دين عظيم وهو خاتم الرسالات لذلك سنجد الصد وسنجد هذا العنفوان الشديد من هؤلاء الكفار وليس هذا بمستغرب وعني ولا يزالون يقاتلون لكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاعوا ومن يرتد منكم عن ديني فالآيات فنحن سندافع عن ديننا بالزرى والكلاكل ولأننا في ضعف هؤلاء يفعلون مثل هذه الأفاعل أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم أتلقاك وطرفي مطرق خجلا أتلقاك وطرفي مطرق خجلا لأمسك المنصرم أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحمل الطهر الصنم ربواء معتصماه انطلقت من أفواه الصبايا ليتمي لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم حينما تسرخت تلك المرأة ومعتصماه سير لها المعتصم بالله ذلك الجيش الجرار نصرة لدين الله عز وجل وكلب طاخور حينما أساعي إلى الإسلام والمسلمين كتب له ذلك المسلم العظيم قال له إلى طاخور كالبروم الجواب ما ترى لا ما سمعت سترى قام قال له وقال له سأطه بقدميك بقدمية بلدك فطاخور اعتذر وجاش ألت راب وأرسله إلى هذا القائد المسلم العظيم خوفا ووجلا قال له بر بخسمك وأنت في مكانك هكذا كانوا وهناك من المسلمين ورؤساء الدول أردوغان في هذا المكان ووجه له تحية مباركة أنه تكلم بقوة وهناك أشياء عملية فعلوها مع السويد عبدالحق من المغرب كان يسأل على فكرة الأطفال الذين يذهبون لحفظ القرآن ويرون في طريقهم الأطفال الذين يلعبون ويتمتعون بملابس جيدة وبأطعمة جيدة فيشعر كما قال يشعر الطفل أنهم معذب هو بيحفظ القرآن وهذا خطأ كبير جدا أقول للمربين أقول للتربويين أقول للقائمين على دور تحفيظ القرآن الكريم ينبغي لحملة القرآن الكريم أن يلبسوا أحسن الثياب وأن يكونوا في أحسن هيئة هم يحفظون كلام الله عز وجل كلام رب العالمين أفضل كلامه وأبرك الكلام وأحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى فينبغي لنا أن نجعلهم في هيئة حسنة مباركة في زينة طيبة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فأهل الإسلام هم أهل الصفوة وهم أهل كل يعني مفخرة فلا يجوز بحال أن نستصغر أهل القرآن الكريم هم دائما في المقدمة هم دائما في الريادة هم دائما في السيادة وما أفلح ما لن تفلح أمة الإسلام إذا أخرت أهل القرآن أهل القرآن مقدمون أهل القرآن يفتخر بهم والدول التي تعز أهل القرآن سيعزها الله تبارك وتعالى والدول التي ستذل أهل القرآن سيزلها الله تبارك وتعالى ما في ذلك شك السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها رأت رجلا يتمايل يعني كسلان تعبان قالت ما بالو هذا قالوا لها هذا من أهل القرآن قالت لغت كان عمر قارئا لكتاب الله عمر كان إذا ضرب أسمع أي أوجع وإذا تكلم أسمع وإذا مشى أسرع رضي الله عنه وأرضاه ينبغي ليحامل القرآن أن يكون يعني مفخرا لنفسه وأنت قد أعزك الله تبارك وتعالى والذي يهبه الله القرآن ثم يجد هنالك من هو أفضل منه فقد استسقر كلام الله عز وجل الذي يحفظه الله تبارك وتعالى القرآن الكريم ويعطيه الله تبارك وتعالى القرآن الكريم ويجد في الأمة من هو أفضل منه فقد استحقر كتاب الله يا ذب الله فينبغي لك يا صاحب القرآن أن تكون في الريادة أن تكون في السيادة ولا تستصغر نفسك ولا تستهنها أنت أنت بقرآنك أنت أنت بإيمانك أنت أنت بعقيدتك بارك الله فيك فضيلة الشيخ أخونا عبد الحق 57 عاما وبدأ يحفظ القرآن بتضبر وحافظ حزبين الجزء الأول من البقرة وهو يقول كيف يمكن له أن يكمل هذا الحفظ أنت ما زلت شبابا يا صاحب 57 سنة شيخ عبد الحق ونسأل الله تعالى أن يجعلك من أهل الحق وأن يحفظك الحق القرآن الكريم إن شاء الله تعالى ستحفظ وأنا قص لك قصة حدثت قبل سنوات حكاها لإمام جامع عمر الشيخ الشحات أزال الله أني بارك في عمري هذا الشيخ المبارك قال كان يأتي إلينا في قسم التحفيظ رجل سبعين أكثر من سبعين عاما يأتي مع حفيده ويجلس الساعات الطوال حتى ينتهي ينقضي الحفظ فقال له الشيخ الشحات لماذا لا تبدأ في حفظك القرآن الكريم وهما كان يحفظ شيء الرجل الكبير شيء عمره فقط سبعين سنة قال يا شيخ ما أقول بعد هذا العمر أحفظ القرآن الكريم قال نجرب ننطلق صحيح فبدأ هذا الرجل المبارك في حفظ القرآن الكريم عمره كم فقط سبعين يعني ثلاثة وسبعين أربعة وسبعين حافظ القرآن كاملا في خلال سنتين يا سبحانه كاملا كان الحفيد يجلس والأب الجد يحفظ وحفظ الجد قبل ابنه أو قبل حفيده نعم يعني يا صاحب السبع وخمسين إن شاء الله يبشر إن شاء الله تحفظ القرآن قبل أن تصل الستين إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله فاضلة شيخي ما عدم صلاة سأخذها سريعا ثم نستكمل هذا الحوار نبدأ من أخي محمد من السودان فاضل أخي محمد أخي محمد تفضل عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضل اسأل لي شيخ تفضل 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 أخي محمد من السودان شكرا جزيلا لك وإن كان ليست موضوع الحلقة لكن إن شاء الله سيرد عليك فاضلة تفضل معي أخي عز الدين من الجزائر تفضل أخي عز الدين السلام عليكم سيرجال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيعز الدين فضل والسلام موصولي دكتور بطردين بارك الله فيك أما فيما يقص في فتنة حق القرآن يقولك لا يدل الحق من قوة نحمي ونحن كعرب وكمسلين نرى أن سياسات هذه القنوة الشؤون الدينية القائمين على الدين يخفون منابع القوة في الأمة الإسلامية يعني مثل كصلاة الصلاة التي تصلى في المصلاة صلاة استفقاء صلاة العين صلاة الجندا تفرض على المصلاة أن تصلى داخل المتاجد هذه من مظاهر القوة من مظاهر يقولوا ما هو الحل الحل هو خراب الكرام أنت أنت خرج هذه الشعوب وتطالب الحرية هذه الشعوب لا يبد أن تتحرك أمة الإسلام معطي كلمات خفاف من الحل يقول لك وبما أن أنا في جون بمولد رب المسيحية رأيت أن ربي يولد عيد المسيح عليه السلام يقول لك أخي عز الدين اللي شاركنا بأشعر وأغناء أشكرك أخي عز الدين على المشاركة بارك الله فيك لديه حمية كبيرة للدين معنا تصلى آخر أخي عبد السلام من تونس فضل أخي عبد السلام السلام عليكم يا أستاذ المسيح عليكم السلام ورحمة الله يا أخي لماذا تسيسون يا أخي موضوع حرق هذا القرآن هل العيب فيهم أم العيب فينا نعم يا أخي أتوافقني أن الدعوة الدعوة هي تخصص تخصص يعني لابد أن يكون الدعية في سبيل الله متكونا في مدارس قرآنية أم لا في مدارس الشريعة تجدوا يا أخي يذكر في بلاده ثم يذهب إلى أوروبا يطلق لحيته ثم يدعو بدون معرفة ويتسبب في هذا الأذى للأمة هل تعتقد أخي عبد السلام أن الذي أقدم على حرق المصحف أنه تعامل مع أحد الدعاء الذي لا يوجد الدعوة وبذلك ذهب إلى حرق المصحف يعني يعني نحن وحتى اللجئ السوريين يعني يتجمدون بردا هؤلاء الذين المسلمين الذين في أوروبا لماذا لا ينشئون صندوقا لهؤلاء المساكين يعني يعني هذه نقطة أخرى أخي عبد السلام هذه نقطة أخرى لأن هناك بالفعل أناسي يفعلون ذلك هذه نقطة أخرى أشكرك على المداخلة عموما مداخلتك أخي عبد السلام من تون شكرا جزيلا لك بالعودة لك فضيلة الشيخ ونحن نمشي بترتيب الأسئلة أخونا محمد من السودان كان يسأل عن الذكر في القرآن أهمية الذكر وورود الذكر في القرآن الله تبارك وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين القرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد أقول هذه كلمات عاجزات عن بعض ما تكشف عنه آيات من القرآن الكريم من نور صاطع وحاج وخير سابغ عميم وبيان وضيء مشرق الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وما من شك عندي أن ما يصيب المسلمين اليوم من خبط وتخبط وفوضى واضطراب وتنازع وتناحر سببه الأول ومرده الأخير إلى أنهم قد هجروا هذا الكتاب المحكم المجيد فلا سمع ثم ولا طاعة بل استهزاء بالدين ولعب بالأحكام ومن عجب أننا نرجو بعد ذلك كله فلاحم ممتد وأمرا مستقيمة وآن لنا الأوان أن نتفهم كلام الرحمن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم الذي يريد الطمأنينة والراحة النفسية والحياة الرغدة والعيش الهني فعليه أن يلتفت إلى القرآن الكريم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب يعني بذكر الله وحده يطمئن قلبك يطمئن فؤادك تسعد في دنياك تسعد في أغراك بل يقول عبد الله بن مسعود من أحب أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فلينظر فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فأفضل الزكر كلام الله عز وجل القرآن الكريم طبعا الزكر كثير لحاديثة التي وردت عن نبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة فحياتنا بالقرآن ستغير كل الحياة الذي يعيش مع القرآن الكريم كما قال صاحب الظلال سيعيش في ظلال وارفة سيعيش حياة رغدة سيعيش في هناه سيعيش في أمان سيعيش في طمئنان سيعيش في سعادة لن يضل في الدنيا ولن يشقى في الآخرة لذلك حينما قتل رحمه الله كتب فيه يا شهيدا رفع الله به راية الحق على طول المدى ما نسينا أنت قد علمتنا بسمة المؤمن في وش الردى هكذا كان مع كتاب الله الحياة في ظلال القرآن أنصح بأن ننظر في هذا الكتاب ونستهدي بتلك الهدايات المباركة في فضلت الشيخ كان سؤال محمد الأخر عن هجر القرآن وحرك كنت تحدثت بالتفصيل لو تريد أن تزيد شيء عن هذا الأمر يعني قلنا أنه هناك هجران التلاوة من لم يقرأ القرآن فقد هجر ومن قرأه ولم يتدبره فقد هجر ومن قرأه وتدبره ولم يعمل بما فيه فقد هجر وهناك هجران التشافي الاستشفاء بالقرآن الكريم هذا باختصار بارك الله في فضلت الشيخ محمد السودان كان سأل عن تفسير رأية الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى السلف يقولون استواء يليق بجلاله وعظمته دون ما تكيف ولا تعطير ولا تشبيه ولا تمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والله تبارك وتعالى في العلو المطلق ليس السماء القبة الزرقاء الإمام حنيفة يقول الذي يعتقد أن الله في هذه القبة الزرقاء يغفر بالله عز وجل فالله تعالى في العلو المطلق سبحانه والإمام مالك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة كما أخبر ذلك الذي دخل عليه نعم برك الله فيك فضلت الشيخ هناك عدد من الأسئلة وردت إلينا عن طريق الرقم الواتس أب سأعرضها على حضرتك أبشر يقول صاحب السؤال وريد الشيخ من مورتانيا يسلم عليك ويطلب منك الدعاء ويسأل عن قصة قراءة سيدنا عثمان بن عفان القرآن كاملا في ركعتين كيف ذلك كيف كان ذلك كان يختم في الوتر هو سأل عن ركعتين لكن صحيح أنه الوتر كيف كان ذلك وقتي كيف ذلك كان يحدث الله تبارك وتعالى يبارك في أوقاتهم حتى قلت لكم قالوا ضحوا بعشمة عثمان عونان السجود به يقطع الليل قرآنا وترتيل وعثمان رضي الله عنه في الليلة التي قتل فيها لبس السراويل حتى لا ينكشف عورته رضي الله عنه وأرضاه وإلا الصحابة كانوا يريدون أن يدافعوا عنه بالذرة والكلاكل ولكنه آثر أن يفدي الدعوة والإسلام بنفسه وحينما قتل رضي الله عنه وأرضاه سقط الدم في قوله تعالى فسيكفيكهم الله كان منكبا على القرآن الكريم فالشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان قبل سنوات يعني طبعا هو عاش لغاية القرن الماضي في القرن 19 هذا الرجل المبارك حينما كان يتكلم عن السلف وأنهم يختمون القرآن فبعض التلاميس يعني كأنهم يستسقلوا هذا الأمر فقال لهم تعالوا فجمعهم في جزء من الليل وفي جزء من الليل قرأ بهم عشرة أجزاء الشيخ المبارك وكان يقرأ مسترسلا جلهم إذا كاننا الشيخ الشنقيطي يعني في القرن 19 وإحنا استعبانين ماذا يستلف فكيف بفعل السلف فعادي جدا أقول لك الإمام الشافي كان عنده 60 ختمة في رمضان نعم ختمة في الصباح وختمة في المساء ولي كانت تعد بارك الله فيك يسأل سؤال آخر يقول هناك أيضا بعض المسلمين من يطعنون في القرآن وفي النصوص والأحاديث ما حكم الإسلام فيه الذي يعني يطعن في القرآن طعن صريح أنه مثلا هذه الآية ليست من كتاب الله يرد آية من كتاب الله أو يعني يقول قولا يخالف أمر الله عز وجل جملة وتفصيل إنه ليس هذا مراد الله على الحقيقة هذا الكلام الذي يرد القرآن الكريم يكفر بالله عز وجل نعم إنما الذي يتحدث عن فكرة تفسير القرآن يعني يقول القرآن لكن هذا تفسير لا أقبله لا إذا كان التفسير يعني من المأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم فهذا حق نقبله لأنهم عرفوا القرآن ابن عباس رضي الله عنه يقول مجاهد قال استعرضت القرآن على ابن عباس عرضتين أو ثلاث عرضات أستوقفه عند كل آية أسأله عن تفسيرها لأن الله صلى الله عليه وسلم قال دعا له اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل فابن عباس هذا قلام يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مريم تسأل تقول تحياتي إليكم أنا لا أحفظ القرآن الكريم كاملا بل أحفظه فقط بضعة أجزاء سؤالي هو هل يجوز لي أن أختم القرآن بقراءة الأجزاء التي أحفظها أم لا مع كم الإحترام والتقدير يعني تقرأ في الصلاة تريد أن تقرأ في الصلاة وتقرأ بحفظها فقط في الصلاة فلتقرأ من حفظها كما شاءت لكن أنا صحها أن يكون لها ختمة من المصحف الشريف تقرأ القرآن من القرآن الكريم من المصحف حتى تختم حتى مات لأنه إذا قرأت بعض الذي تحفظه ستترك البعض الآخر طب هل لها أن تقرأ في الصلاة طبعا هي الصلاة هي صلاة تطوع سنة ما في حرج إذا كان الصلاة نافية تفتح المصحف تفتح المصحف الكبير تضعينها أمامك وعادي تقرأين القرآن الكريم حتى الناس في التراويح الآن يقرؤون القرآن من المصحف ما في حرج يعني هي تقرأ الأجزاء التي تحفظها نعم غيبا ثم تفتح المصحف ما في أي حرج وبذلك تأتي بالختمة تمام نعم بارك الله فيك فضاء الشيخ سؤال آخر يقول ابني ويتحجج وفي بعض الأوقات أشد عليه وأستخدم العنف معه فماذا علي أن أفعل خفف عنه ما استطعت إلى ذلك سبيل أحبب إليه القرآن يعني لو جبت لك بعض الفيديوهات بتاعت الأطفال يعني في الدول الإسلامية الذين حفظوا القرآن في هيئة حسنة في ثوب قشيب وما شاء الله وجوههم يعني مستنيرة برررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر حبب إليه القرآن وشوف يسمع القراءات الجميلة من القرآن الكبار إن شاء الله شيئا فشيئا سيشرح الله صدره لكتاب الله برك الله فيك فضلت الشيخ سؤال آخر يقول صاحب سؤال الآية تقول إنه إلا ذكر للعالمين فكيف القرآن عالمي وهو نزل للمسلمين القرآن الكريم كتاب عالمي وسيحكم العالم ما في ذلك شك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من بيت وبر ولا مدن إلا وسيصله الإسلام بعز عزيد أو ذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله وقال صلى الله عليه وسلم إن ملكي سيبلغ ما بلغ الليل والنهار وكذلك قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فالقرآن الكريم رحمة للعالمين والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين حتى الكفار هو رحمة لهم كيف ذلك قال العلامة بن القيم هو رحمة لأهل الإيمان ما في ذلك شك أما أهل الكفران قال فحينما يقاتل أهل الإسلام الكفار سيجعلون حياتهم في الحياة الدنيا قليلة وسيكون عذابهم على قدر الذي عاشوه في الدنيا فهذا قال حتى رحمته للجن والإنس بل للكفار الذين لم يؤمنوا بدعوته صلى الله عليه وسلم سؤال آخر يقول صاحب السؤال أنا لا أجد القراءة والكتابة وأعتمد على القرآن على إذاعة القرآن الكريم أفتحها يوميا وأجلس لأستمع وبعض الآيات أحفظها من القراءة وأرددها مع الشيخ رائع الله يجزيك الخير وربنا يتقبل منك طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أشار في الحديث الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران طبعا الماهر هو الأفضل نحن نقول حتى الذي لا يستطيع أن يحفظ استمع لكتاب الله عز وجل وشيء جميلا تحفظ استمع للإذاعة يوميا هذا شيء رائع جدا والذي يستمع له أجر التالي إن شاء الله تعالى نعم ما شاء الله برك الله فيك وضع الشيخ يقول صاحب السؤال عندما أكون في المنزل لا أشغل القرآن لأن هناك الأولاد يلعبون وكذلك عندما أترك المنزل ويكون المنزل خاليا أترك إذاعة القرآن الكريم أو القرآن الكريم مشاغلا في المنزل فهل هذا جائز حتى ولو كان الأولاد يلعبون شغل القرآن لأن الله تعالى قال الآية بتاعت الاستماع إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون هذه في الصلاة بإجمع المفسرين هذه الآية مقصود بها في الصلاة أما عذا ذلك فلعل آية من كتاب الله عز وجل تمر على هؤلاء الصبيان فتشرح صدورهم لهذا القرآن الكريم هذه النقطة نقف عندها لأن كثير من الناس يعني يكون الأب يجلس في السيارة مثلا ويستمع إلى زاعة القرآن الكريم وعندما يأتي الأولاد ويبدأوا في الحديث معه يقول احتراما للقرآن نغلق القرآن حتى نتحدث لأنه لا يجوز أن نتكلم والقرآن يعمل لا بل أقول له اجعل القرآن شغال وحتى لو تكلمت كلمة كلمتين ستستمع جزء من القرآن الكريم الآية وإذا سأقرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون هذا بإجمع المفسرين أن هذا في الصلاة لا حرج عليك أن تجعل القرآن سائر يومك وطبعا أنصح أيضا المستمعين المشاهدين الآن أنه يشقل صورة البقرة نعم لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار أن البيت وصحيح أن يقرؤوها النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نقرأ صورة البقرة كل ثلاثة أيام نختمها فإن البيت الذي تقرأ فيه صورة البقرة لا يقربه شيطان فلنجعل من بيوتنا بيوت ذكر وشكر لله تبارك وتعالى نعم بارك الله فيك فضلة الشيخ طيب فضلة الشيخ بالعودة للحديث حول القرآن الكريم وفضل القرآن الكريم ما هي أفضل أو أبسط التفسير لأن كثير من الناس يريدون أن يقرأوا القرآن ويفهموا هذه الآيات يفهموا مراد الله عز وجل من هذه الآيات لكن ليس الجميع يجيد اللغة العربية ومتقن فيها فما هي التفسير التي يمكن أن يلجأ إليها المسلم لمعرفة ما هو مراد الله عز وجل في هذا القرآن الكريم كل التفاسير خير وبركة وكلما كان هناك تفاسير كلمة ومعناها فقط كلمة ومعناها فإذا استطاع الإنسان أن يقرأ في هذه التفاسير السهلة طيب الكتب كثيرة جدا والحمد لله الآن في كل مكان متيسر فكلما استطعت حتى في المصحف الآن في مصحف نفسه فيه التفسير الميسر التفسير الميسر مرت عليك آية ما فهمتها يقرأ من التفسير الميسر هكذا طيب فضيلة الشيخ هل في القرآن الكريم صور معظمة عن صور أخرى نعم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرنا بأن نحفظ وأن نقرأ الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة كالظلال تزلاني كالطير الصواف يعني تزلاني وتجادلاني عن صاحبهما يوم القيامة وهناك آية النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبيا رضي الله عنه أبيا بن كعب قال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبيا رضي الله عنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم أسأل آية الكرسي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر لأن آية الكرسي اجتملت على آيتين على أسمين من أعظم أسماء الله تعالى ألا وهما الحي والقيوم فالله تبارك وتعالى حي بذاته قيوم بنفسه وهذان الإسمان ورداء في سلاث صور من قرآن الكريم في سورة البقرة وفي سورة آل عمران آلف لا أميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي سورة طاها وعنت الوجوه للحي القيوم فهناك طبعا قل هو الله أحد يعني الذي يقرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة تقرأ عشرين عندك قصرين تقرأ ثلاثين عندك ثلاث قصور يا جماعة يعني أجور كثيرة تنتظرنا وتعدل ثلث القرآن أيعجز أحدكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أن يقرأ ثلث القرآن قالوا يا رسول الله كيف نطيق ذلك فقال قل هو الله أحد والصحابي كان يقرأ بأصحابي يصلي بأصحابي ويختم كل ركعة من ركعة الصلاة يقول هو الله أحد فنهوه فقال إما أن تتركوني أصلي بكم هكذا وكانوا يعدونه من أفضلهم فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لما يفعل ذلك أو يصنع ذلك قال لأنها فيها صفات الرحمن وأنا أحب صفات الرحمن قالوا حبك إياها أدخلك الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالقرآن الكريم كله خير وكله بركة فإن شاء الله تعالى نستزيد قبل أن يأتي رمضان حتى ننطلق الانطلاق الكبرى في رمضان بارك الله فيك فضيلة الشيخ يعني لم يتبقى من الوقت إلا قليل ونرد منك بعض النصائح في تعاملنا مع القرآن الكريم خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان بعد شعبان إن شاء الله أنصح نفسي المقصرة وأنصح المشاهدين الكرام أن نجعلنا ناوردا من كتاب الله عز وجل كلما قرأت القرآن الكريم في هذه الدنيا ستسعد في ذلك القبر الموحش المغفر حيث قال صاحب الشاطبية وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنة متهللة فالقرآن الكريم هو أنيسك هو جليسك هو نورك الذي يضيء لك الطريق فعليك أن لا تترك كتاب الله عز وجل صباحا مساء نأخذ منه يعني ما استطعنا ونجتهد في أن نأخذ الكثير الكثير من كتاب الله عز وجل وجائزتك الكبرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقروها جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ بدردين عصمان الدعية الإسلامية على وجدك منها في هذه الحلقة شكرا جزيلا لك والشكر لك أستاذ مجال بارك الله فيك بارك الله فيكم والشكر لكم مشاهدين الكرام إلى أن نلقاكم يوم الجمعة المقبل لكم كل التحية وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا جزيلا لكم باركاته